ما هي أدلة وجود الله الموضوعين؟ هذا السؤال حاول الفلاسفة المسلمون الإجابة عليه سنعرض في هذه الحلقة أقوال بعض منهم وخاصة الكندي فيلسفو العرب كما يسمى والفارابي المعلم الثاني والإمام الغزالي الذي يدعى بحجة الإسلام فضلا عن ابن رشت الحفيد وهو أكبر شارح لفلسفة أرسطو وجود الله كما نعرف جميعا هي مسألة إشكالية بالغة التعقيد وحاول الفلاسفة عبر التاريخ واللهوتين أيضا أي الذين يعملون في مجال فلسفة الدين أو ما يسمى فلسفة الدين هؤلاء حاولوا تقديم إجابة وأدلة كثيرة ولا نريد الخوط في تفاصيل هذا الموضوع ولا نعرض نقدنا له لكنني أشير فقط لأن هذه المسألة دائما فيها عوائد كثيرة لصالح الجماعة البشرية وأن هذه العوائد تعود بالنفع على هذه الجماعة من حيث اقتنائها بوجود سلطة ألوية قاهرة يجب أن يطيعها الجميع هذه المسألة النفعية أو البراغماتية هي كما يبدو النبط أو الدافع الذي كان دائما يشجع الفلاسفة والمفكرين خاصة من الطبقات الأولية وسط المجتمعات الطبقات الأولية معرفيا هؤلاء يحاولون أن يقدمون دليلا على وجود الله لكي يقنعوا أنفسهم ربما أما الناس العامة فهم غالبا ما يكونوا تابعين ومطيعين لكل ما يقال مهما كان هذا القول كما تحدثنا عن الفلاسفة العربة اجتهد هؤلاء الفلاسفة الأربعة في الاستدلال على وجود الله واستخدموا في هذا الأمر مثلة ما يسمى بالنظر العقلي باعتبار أنه لا يتعارض مع تعاليم العقيدة الإسلامية فماذا فعلوا؟ استدلوا بالموجودات الحاضرة التي موجودة في الطبيعة على وجود الله لكنهم اختلفوا في تقسيم هذه الموجودات بين من الفلاسفة الإلهيين سلكوا في الاستدلال على وجود الله تعالى مسلك المتكلمين أي الاستدلال بالحادث على المهجف أو بالنظام على المنظم أو بالصنعة على الصانع الذي ينطلق من العالم لإثبات وجود الله أي أنهم يدللون على وجود الله من خلال وجود هذا العالم نفسه لكنهم في الوقت نفسه وهذه المظاهرة تشمل جميع الفلاسفة تقريبا قبل كانت إيمانويل كانت أنهم لا يفكرون بمسألة الوجود بحد ذاته لماذا هو موجود؟ وهذه أشرت لها بحلقة خاصة عن نظريات داروين ممكن أضع الرابط الخاص بها وأيضا أشرت لهذه المسألة التي أعتبرها هايقر مسألة لا تقبل النقاش وأنها خلل كبير في كل هذه النظريات هذا موضوع مختلف لكن أضع الرابط ممكن أضع الرابط الحلقة الخاصة بكل منهما لكي يطلق المشاهدون من هنا قسم هؤلاء الفلاسفة الموجودات جميعها إلى قسمين قسم واجب الوجود سموه وممكن الوجود بدلا من التقسيم القديم يعني القديم والحادث أو المهدف كانت المشكلة دائما أنه كيف يثبتون أن واجب الوجود هو واجب فعلا هذه المشكلة طبعا بنسينا خاصة قدم لها إجابة يعني معقدة جدا وممكن أن تطلعون عليها لكن هي عموما صعبة وكان في غاية العبقرية يعني التحليل أو الاستدلال المنطقي لهذه المسألة لكن هي بالنتيجة بعد ذلك راح أوضح كيف استطاع كثير من الفلاسفات هذه المسألة وإيجاد أيوب كثيرة فيها خاصة ديفيد هيوم وبعد ذلك بيرتراند راسل كان رد بيرتراند راسل أقوى بكثير الآن نبدأ بالكندي الكندي كيف استدل على وجود الله استدل بحدوث العالم أي بما أن الموجودات حادثة فلا بد لها من موجود قديم وهو بالتالي الله الغزالي أيضا تابعة بهذا الموضوع وقال أن العالم حادث فيلزم منه أن له سبب ونعني ماذا نعني بالعالم يعني بالعالم هو كل موجود ما عدا الله تعالى بتعبير الغزالي وماذا نعني بكل موجود سوى الله تعالى نعني بها الأجسام كلها وأعراضها بما كان دليل الفرابي قائم على فكرة واجب الوجود أيضا فهذا وكانت هي طبعا فكرة نوعا ما هي أصيلة خاصة بالمسلمين تحديدا فلاسفة المسلمين وممكن أن تحسب لهم وكانوا الرواض في هذه المسألة هؤلاء قسموا الموجودات الفرابي نفسها دليلة قسم الموجودات إلى قسمين كما قلنا واجب الوجود وهو الله وممكن الوجود وهي الموجودات إجاء بعد ذلك ابن رشد والحفيد يعني فاستدل بحسن نظام العالم وتدبيره وسماه دليل العناية يختصر الموضوع يقول بأن الموجودات المصنوعة تدلوا على الصانع وهذا هو دليل الشرع أيضا طبعا أنا كل واحد من الفلاسفة المناسبة راح أفرض لحلقة خاصة لكن أنا الآن أقدم فرشة عامة لكل هذا الموضوع ورح أركز قليلا على دليل الغزالي هؤلاء الفلاسفة بيكملهم يتحركون تحت خلفية أو من خلفية بدأها فلاطون وأرسطو وأيضا بدأتها التوراة بتصورها الكون بأن هذا الكون هو خلقه يعني الله خلق السماوات والأرض وأن البداية والخلق والله هم ثلاثة مفاهيم هذه المفاهيم الثلاثة هي ما زلنا نخوض نخوض الصراعات المحتدمة بإسمها يعني الأمر كأنما لم يحدث شيء منذ نحو 2500 عام ما زلنا نجادل في القضايا نفسها وخاصة الأمم التي لم تخرج من المرحلة الدينية في مسيرتها عبر التاريخ هناك شعوب عبرت هذه المرحلة منذ قرنين تقريبا باختصار ماذا قال فلاطون فلاطون قال ما معناه أنه عند عالم المثل قال أن الله هو حسب التصور المسلمين الفلاسفة قال بأن الله هو خالق لهذا الكون وهو الخير الأعظم والمطلق وهو المهندس لكل هذا الشيء وكل أشياء تخرجوا عنه تلميذة أرسطو رأى أمرا مختلفا قال بأن الله هو محرك لا يتحرك راح أوضح الموضوع بعد ذلك في حلقة خاصة عن أرسطو أرسطو رفض بالنتيجة خلق الله للكون قال أنه قد يكون الله مسؤول عن تنظيم الكون لكنه هذا الإله نفسه لم يأتي به من العدم بالمقابل هناك من أنكر وجود الله ووجود فكرة الخلق نفسه وأنكر وجود البداية بداية على الإطلاق وأيضا أنكر وجود الله معضلة الشرطي طرحها أبي قور مازايت لحد هذا اليوم هي تثير جدالات ومعضلة كبيرة قدمتها في حلقة خاصة طويلة نوعا ما عن معضلة الشرطي وتحدثت بها عن الطفل ريان المغربي بالنهاية الفلاسف المسلمين الذي أثر عليهم بالكامل هو الفلسوف أرسطو وليس فلاطون طرابي وأبن سينة طبعا وأبن رشد ثلاثتهم أنكروا الخلق وقالوا بأن الكون ليس مخلوقا بل هو قديم مثله مثل الله والله يسبقه برتبة وليس بزمان ماذا قال ابن رشد قال وكان هنا وكان يعني ينتقد فيه الأشاعرة قال أن استعمال لفظ الحدوث أو القدم هي مجرد استعمال هذه اللفظة هي بدعة في الشرع في الشرع الديني وطبعا لابد أن نذكر بأن ابن رشد كان قاضيا وفقيها قبل هذا كان هناك الإمام الغزالي رد على ابن رشد هذا ابن رشد هو أصلا رد على كلام الغزالي بكتابه تهافت تهافت وهو كان رد على كتاب تهافت الفلاسفة الذي ألفه أبو حامد الغزالي وكان مخصص لنقد الفلاسفة حصرا وفلاسفة الإسلام وطبعا أرسطو وأفناطون أنقل لكم نص الذي قال فيه أبو حامد الغزالي عن سبب تأليفه لهذا الكتاب وهو عن تهافت الفلاسفة قال أني رأيت طائفة يعتقدون في أنفسهم التمييز عن الأطراب والنظراء بمزيد من الفطنة والذكاء وقد رفضوا هؤلاء وظائف الإسلام من الإبادات واستحقروا شعائر الدين هؤلاء يتحججون بفنون من الظنون يتبعون فيها رهطا يصدون عن سبيل الله ويبعونها عوجا هذا المصدر ممكن أدور عليه هسا شوفه وين يعني هو تهافت الفلاسفة وممكن واحد بسهولة بس ينقل النص ويطلع عليه أنا طبعا كما نعرف الغزالي في هذا الكتاب يعني إنشغل فقط بهدم جميع الحجاج اللي ساقر فلاسفة وعلى تبرير قولهم قولهم بأزلية العالم وكان كان هذا السبب هو اللي دفعه لأن يقدم برهان على حدوث العالم لكن ليس في كتاب تهافت الفلاسفة نص برهان الغزالي كل حادث فلحدوثه سبب والعالم حادث فيلزم منه أن له سبب ونعني بالعالم كل موجود سوى الله تعالى أكرر النص وأضعه أمامكم كل حادث فلحدوثه سبب والعالم حادث فيلزم منه أن له سبب ونعني بالعالم كل موجود سوى الله تعالى طبعا أنا عندي ملاحظة أنه أقول أنه عندما نتحدث عن موجود اسمه الله هو الله فكرة وهذه الفكرة بالضرورة هي نابعة ليس من العالم إنما نابعة من داخل الرئيس حتى لو قلنا أن هذه الفكرة نتيجة قراءة نص مقدس وإضافة لهذا بعد ذلك رح أتحدث عن فكرة أنه هناك وجود فأنت أول مرة أثبت الوجود الموجود وأثبت شيء خارج الوجود حتى بعد ذلك تتحدث عن كل ما تبقى هذا موضوع ما أريد أدخل فيه وحتى كما أقول دائما أنا ما أريد أدخل أنا أقش الأمور أنا ما أضع الحجج والقضايا القديمة كما هي الآن ماذا يحتاج حجة الإسلام الغزالي حتى يكون هذا البرهان صحيح ومفهم للجميع اللي يحتاجه هو أن يثبت صحة المقدمة الأولى أي أن كل حادث فلحدوثه سبب وأيضا علي أن يثبت صحة المقدمة الثانية وهي أن العالم حاجس وأنه بالتالي أنه يلزم من ذلك أنه له سببا بالطبع المقدمة الأولى كل حادث فلحدوثه سبب ولكل صانع يعني مصنع هذه الإثباتات كثيرة جدا عليها موجودة ولا يوجد يوجد أتراضات قليلة لكن في زمن الغزالي كان أنه الكل يعرف أنه لكل حادث سبب فبالتالي المقدمة الأولى صحيحة وبالطبع المقدمة الثانية وهي أن العالم حادث فهذا بالضرورة أيضا هناك حاجة كثيرة على وجود هذا الأمر وأن المنطق كما يزعمون في ذلك الزمن أو حتى الآن أنه لكل لا يمكن أن يأتي شيء من لا شيء لأن لا وجود لا قدرة لا صفات لا ما هي فهذا كله ضد المنطق وهو طبعا هذا خرق لقانون السببية طبعا هناك من لا يسلم بهذه المقدمة الأساسية طبعا الملحد المعروف لورنس كراوسي أترض على هذا الموضوع يقول هناك ممكن أن يوجد هذا الوجود من لا شيء وبأتباره وفيزاوي وشرح هذا الموضوع في فيديو مشهور على الإنترنت وأيضا هناك أدلة كثيرة على أنه هناك أشياء تولد من لا شيء وأثبت العلماء هذا خاصة بالسنوات قبل سنة تقريبا ظهر خبر لكن أنا بأتباره عن فيزاوي سابق أعتقد أن لا يوجد شيء من لا شيء ربما هناك تحاولات بين الموجة والإكترون وهذه مسألة فيزاوية على كل حال هو المبدأ الأساسي أنه لا يوجد شيء من لا شيء وأن المادة لا تفنى ولا تستحدث كما يقول قانون ديناميكة الحرارية الأول طبعا القرآن الكريم لديهم آية كريمة يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون فهي هذه المسألة تأكد على قانون السببية أنه لكل شيء سبب وأيضا تأكد على أنه لا يمكن أن تكون هناك خالقون يعني عملية خلق أو مغارطة الدور كما تسمى وحتى لو قلنا بأن هناك أشياء بزغت من العدم فهذا مخالف للمنطق وممكن نسأل لماذا بزغ هذا الشيء من العدم في هذه اللحظة ولم يبزغ قبلها أو بعدها يعني ما الذي جعل هذا الوجود مرجحا على العدم الذي سبقه ولماذا ظهر في هذه اللحظة هذه أسئلة كلها تشتق من الفرضية الأساسية وهي أنه هناك صانع ومصنوع وسبب ونتيجة ووفقا لهذا يتحدث السببيون أو الذين يؤمنون بالسببية أنه لا يوجد شيء من لا شيء وأن هذه اعتراضات على وجود شيء من لا شيء هذه منافية للمنطق وأنها مجرد هراء لكن هو الفكرة القرآنية أو التوحيدية أنه الكون ولد في لحظة لحظة ما لم يستسبقها لحظات سابقة فهذه مسألة أيضا كثير إشكالية كبيرة جدا أما إثبات وفكرة أن العالم حادث فهو يعني ثواء الشاء لا تحصى تؤكد هذا الأمر أنهما الآن العلماء اكتشفوا أو بدرجة تقربة يقين بأن الكون ولد أو نشأ من انفجار البكبان الكبير الذي حدث قبل 13.7 أو 8 مليار سنة وأن هذه الشمس التي نحن نعيش بفضلها وبفضل طاقتها التي تنتقل عبر النباتات إلى الحيوانات وإلينا عبر غذاء هذه الطاقة التي تبعتها الشمس وبأكملها لم تظهر إلا قبل 4 مليارات ونصف المليار سنة بالتالي هي حادث القمر هذا أيضا نفسه لم يكن موجودا قبل 4.5 مليار سنة يعني الشمس وجدت أولا بعد ذلك بنحو 20 ألف سنة ولد القمر وأيضا ولدت سائر أجزاء المنظومة الشمسية طبعا الكون ولد قبل هذا بمليارات سنين تخيلوا هذه أرقام يعني ليست أرقام عادية إذا تريد تحسب الآن من واحد إلى مليون حتى تعرف المدة يراد لك 200 سنة فتخيلوا هذه الأرقام حجمها ومقدار ضخامتها هناك أعتراض أيضا لبرتراند رسل وطبعا بيرتراند رسل هو متخصص بالأعتراض على هذه البراين وقدمت عنه أكثر من حلقة ويقول هو أن في هذا الدليل نستخدم المغالطة التركبية وماذا تقول هذه المغالطة تقول أننا عندما نفترض أن هذا البيت مكون من طابق وأن هذا الطابق صغير كيف نرتكب المغالطة التركبية نقول أن هذا البيت صغير أيضا لماذا لأنه متكون من أجزاء صغيرة التي هي الطابق فهذا غير صحيح لأن هذه مغالطة غير دقيقة فيقول هذا الدليل يتحدث بهذه الطريقة ما دامت هناك أشياء وأسباب وأحداث فبالتالي فأنه الكون بأكمله هو أيضا حدث بالطريقة نفسها أي أن هذا الشيء الصغير الذي حدث هنا هو نفسه الذي حدث في الكون الكبير أي أن الصغير صار بحجم الكبير أو السبب هنا هو نفسه السبب هناك ابن رجد ترال على فكرة أن هناك أسباب وهذا الأسباب أسباب وهكذا إلى ما لا نهاية هذه مسألة يقول لا يمكن أن تستمر وستدله فيها سابقا على أن الخلق هو مستمر يعني أن عندما نعود إلى بداية الأسباب لا بد أن نصل إلى نتيجة نهائية وإلا فستستمر عملية توالي الأسباب إلى ما لا نهاية وهذا أمر محال لابد أن نصل إلى مرحلة واجب الوجود وهو الله الذي لا سبب له هذا المسألة يقول برشد لا ممكن رد عليها بأنه بدليل أنه عندما نرى البخار تصعد من الأرض ويصعد في السحاب بعد ذلك السحاب يعود إلى الأرض وهذه عملية دورانية ممكن أن تستمر إلى ما لا نهاية فقال بأن هذا بالإمكان أنه ممكن هذا الذي يدعون بأنه غير ممكن ومحال أن تستمر الأشياء إلى ما لا نهاية فبالتالي هذا الأمر غير صحي لكن الواقع الألم الحديث أثبت عدم صحة هذه الرؤية لأن قانون الثيرو الديناميكا الثاني خاصة الانتروبي الانتروبي يقول بأنه الكون هو يعني قانون هذا موجود قبل فكرة البيك بانك طبعا الانتروبي يقول الأشياء دائما تسير إلى حالة البرودة وحالة الموات الحراري أي هو يسمون قانون الفوضى أن الفوضى ستستمر بالانتشار عملية النظام دائما أو أي شيء منظم في طور الفناء فبالتالي فكرة التصميم هي بالنهاية هي فكرة التصميم الذكي خاصة هي فكرة ينقذها قانون الديناميكا الحراري الثاني فأي تصميم أنه الأشياء حدثت بالتصميم أنه الكون يتوسع ويستمر إلى حيث الفراغ ويقول بيرتراند راسل يقول عن هذا الموضوع يقول أن هذا القانون الثاني للثيرمو ديناميكا يجعل من المستحيل تقريبا أن نشك في أن الكون في طريقه إلى التوقف عن العمل وهذا يعني معناه أن الحياة ستنقضي وأن الكون إلى درجة البرودة المطلقة وأن الأرض سوف لن تبقى بالتالي مسكونة والأرق البشري سوف ينقرض طبعا هاي القوانين الآن قانون تأسر موضوع ديناميكا الأول والثاني هذا يترف به ملحد والمؤمن في الحالتين يعني لا خلاف في هذه المسألة الخلافات في قضايا أخرى أنا عندي أيضا برهان أو مبدأ التحقق يقول الفرق بين المؤمن وملحد ماذا هو أن كلاهما يسيران في الطريق نفسه لكن هذا الطريق الأول يقول أن هذا الطريق له غاية وأن هذا الطريق موجود أصلا وهناك كائن يسيطر على هذا الطريق ونحن بأكملنا مسؤول يعني نتيجة لهذه المسؤولية لهذا الطريق الشخص غير المؤمن ولا نقول الملحد غير المؤمن الشخص يقول لا هذا الطريق هو موجود هكذا يعني ما نعرف والخلاف بينهما ليس على أنه نالك نهاية يعني الخلاف ليس على أنهم يسيرون في الطريق لا يوجد خلاف على هاي المسألة الخلاف بقط على أن غايات هذا الطريق ونهاياته فبالتالي مساحة الخلاف بين الطرفين ليست بما حسب ما يظن المؤمنون والمرحدون أو غير المؤمنين يظنون بين مساحة الخلاف كبيرة هاي المسألة بأكملها اللي يسمونها يعني هل يحدث فرقا أنه ما يحدث فرق خللنا نالك عندما نقول شيء هذا قلنا أنه هذا الشيء موجود فبالتالي هل يحدث هذا الأمر فرقا لا لن يحدث فرقا الطريق باقي هو نفسه والأشخاص والحياة الذين يسيرونها بطريقهم وأنفسهم ولكن مجرد خلافات حول الأشياء التي لا يمكن رؤيتها ولا يمكن التحقق منها فهي هذا مبدأ التحقق لك أنه أنت ممكن تفترض أي شيء وتقول أي شيء ممكن أن نختلف عليه لكنه هل يحدث فرقا في الحياة عندما لا نجد شيئا له إمكانية على أهداف فرق عند ذلك الأمر لا قيمة له مثل أنه مثلا يقول هناك جاذبية مثلا والشخص العقل لا ما في جاذبية أو كو شخص مثلا قبلها النظرية الأثير بالضوء يقول لك لا الضوء هو أثير والآخر يقول لك لا هو موجه فبعد ذلك هذا الأمر ما كان يحدث تأثير إلا عندما بدأت هناك أو توفرت إمكانية للتحقق من هذه الحجج عمليا وتجريبيا يعني فهذا صار التجربة ذلك عند ذلك اكتشفنا الضوء ومن خلاله اكتشفنا الكثير من أو اخترعنا الكثير من منتجات والأجهزة الخاصة بهذا الموضوع منها المصباح الكهربائي يعني هاي الطاقة الشمسية عشرات بالمئات بالآلاف المخترعات التي يعني الشاشات الرقمية كلها تتعمل بالضوء وقوانين الضوء وما إلى ذلك وأيضا التلفزيون يعني حدثوا ولا حرج بالاكتشافات اللي أدت يعني بالتالي هذه الفرضية أدت إلى إحداث فرق أما النظرين القول الذي لا يهدد فرق فهذا لا قيمته له ومجرد خلافات لا نهاية لها كما نرى الخلافات بين الفلاسفة واللهوتين أو المتكلمين مثل الغزالي وكما قلت في بداية أشرت إشارة سريعة لأنه مسألة هي علاقة بالسلطة وبالهيمنة على الناس وأقناعهم بوجود سلطة علوية يجب إطاعتها وهذا هو الذي كما يبدو الشيء الذي نافع أو غير نافع هذه مسألة أخرى الشيء أو الفكرة التي عندما يتم استعمالها للسيطرة على الناس هي هذه الفائدة أو الجدوى الوحيدة منها سواء كانت جدوى سلبية أو إيجابية هذا أمر ليس موضع النقاش طبعا نختم ونقول ما قاله الغزالي بالمناسبة ذكرت الآن المصدر هذه المقولة هي في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد صفحة 35 هذه المقولة التي تشوفونها على يميني أو يساري بيقول الغزالي بالاختصار كل حادث فلحدوثه سبب الكون حادث فيلزم منه أنه أنه له سبب كما يلزم لهذا السبب صفات الأولى أن يتسامى عن الزمان والمكان والمادة لأنه هو من خلق المادة والزمان والمكان ولأنه كان قبل أن تكون كما يجب له القدرة فهو بالتالي قدير أنا عندي حلقة عن أنه الله لو كانت هذه قدرة كلية لا قتل نفسه أو انتحر وهذا أيضا ردها القديس ثماء الكويني قال أنه لله لا يمكن أن يكون كلية القدرة ووجد تخريجة لهذا الموضوع لأنه أيضا هناك تخريجة أخرى ما أددت تطرق أبعد عن الموضوع أنه لو كان كلية القدرة فهو ليس كلية العلم لأنه هذه الكليتان آتان الكليتان تتعارضان مع بعضهما في وجه من الوجوه أيضا يقول أن قدرة وحدها الغزالي لا تكفي لخلق الكون كما لا تكفي القدرة على مثلا الكتابة للكتابة مثلا أنه حتى تكتب شيء يجب أن تكون لديك ملكة أخرى أو صفة أخرى وهي صفة الإرادة بالتالي فهو يجب أن يكون مريد قبل أن يكون قادرا فعندما يكون كائن ما قدير مريد فهذا يستلزم منه أن يكون له أن يكون حيا فبالتالي هو لا بد أن يكون هذا الإله أو الذي أدى سبب الأحداث كلها أو الواجب الوجود يجب أن يكون حيا وعندما يجب عندما نضع هذا الكان عندما هذا الكان عندما يضع كل شيء في مكانه ويخلقه فلا بد أن يسمى بالتالي حكيم وهذا السبب يمكن لنا أن نثبت له فيها الحكمة بالتالي هو حكيم وحتى يكون الشخص حكيم عليه قبلها أن يكون عليم لأنه كيف يكون كيف يضع كل شيء في مكانه إذا كان هو ليس بعليما هو يعني كيف أن أضع شيئا في هذا المكان وأنا لا أعلم مكاني بالتالي لا بد أن يكون متمكن في المكان وهذا التمكن هو ليجعله عليما وبعد ذلك حكيما وبعد ذلك يكون قديرا ومن ثم إلى نهاية أو أعلى الصفات الخاصة بالإله هذا كل عندما يكون لديهم استمكان في المكان هذا يكون بالتالي بحاجة على المكان بالتالي لا بد أن يكون ليس له حاجة للمكان لا بد أن يكون غنيا عن المكان أو غير محتاج فإن وافقنا على هذا المبدأ أيضا فمعناته هو لا بد أن يكون رحيما لأنه إذا ما يكون غنيا لا بد أن لا يكون بخيلا فبالتالي لا يمكن له أن يكون يمتلك صفات يعني تتعارض مع الغنيا فبالتالي هو يستدعي أن يكون رحيما لأنه لماذا لأنه كحال العدم بالوجود فهو رحيم هاي حسب تعبير الغزالي أخيرا لا يوجد موجود بذاته إلا هو يعني الله سبحانه وتعالى كما يقول المؤمنين الكل موجود بغيره يقال له ليسك مثله شيء في الإسلام هذا الكائن يسمى الله وهو الذي يوصف بأنه بديء السماوات والأرض وأنه هو الذي لا إله إلا هو سبحانه وبالتالي أختم وقول بأنه ليس كمثلي شيء أيضا فيها جدل كثير أنه ليس كمثلي أنا أقول أنا ليس كمثلي شيء أنا أمامكم الآن ليس وليس لكل من يراني شيء كمثلي شيء فبالعربية عندما نقول ليس كمثلي شيء لا يعني أنه خالي من هذا قول تعبير أنه ليس كمثلي شيء لا هذا هو هنا ومعنى أنه مختلف عن الأشياء الأخرى عندما نجي أختم على فكرة أنه الخاصة بها طبعا لا بد أن نقول شيء خاص بها ونقول أنه عندما يأتي شخص ويقول أنه صنعة صانع وأنه هناك تصميم ذكي لكل شيء بدليل أنه لا يمكن أن توجد سيارة من ذات نفسها وعلى دليل ويقول أنه عندما نكون هنا في الصحراء ونجي الساعة فبالضرورة هناك صانع لهذه الساعة وهذه الساعة يجب أن تكون متصميم ذكي وبالتالي لا بد مع سلسلة الأسباب والصناعات أنه يستنتج من ذلك لكل حاجة محدث وبالتالي أنه هناك صانع لكل هذه الأمور أنا أقول بأنه ما دام هناك صانع لهذا العالم فبالتالي وبحاجة إلى الأشياء والفكرة أنه عندما نقارن أنه الصانع بالمصنوع أو الذي يصنع السيارة أو يصنع الأشياء لا يمكن مقارنة الأمر بالخالق لأنه الأمر مختلف تماما هذا طبعا دليل رد على هيوم وأنا ذكرته في واحدة من الحلقات لكن أنا أرد بطريقة مختلفة أنا فكرة أن يكون هناك صانع لشيء أنت يكون صانع لشيء ما نات أنت إنسان قاصر أو كائن قاصر بحاجة إلى صناعة الأشياء وبالتالي أنت أصبحت صانع فلماذا تصنع أنت كنت مقتدرا وبالغ البراعة والذكاء يعني بالأفكار فما تحتاج تسوي أي تصميم أصلا لأنني ليش أصير مصمم ذكي إذا أنا عندي الإمكانية المصمم هو معناته هناك مشكلة يعالجها هذا التصميم أو قضية أو أدي حاجة سأصمم لهذا الشيء عندما أنا أخلق أشياء فبالتالي أنا بحاجة لهذا الأشياء لماذا أخلقها يجب أن توجد كما يقول القرآن كن فيكون وهي جذور في التورا والإنجيل هذه الآية لكن بالتالي لماذا تخلق الأشياء أنت بحاجة إلى إلى شيء ما وأيضا هذه الصناعة عندما تصنع الشيء كيف تصنع هذا الأشياء تصنعه بخلال الأشياء نفسها فبالتالي عندما نأتي الإنسان خلق من طين وصل صال فبالتالي هذا شيء فأنت لماذا تحتاج هذه الأشياء لكي تصنع إنسان يجب أن تصنعه من لا شيء فأنت تقول أنا ليس كمثلي شيء طبعا هذا حجة أنا برهانية لا أنفي وجود الله لكن أنفي أو ناقش البراهين التي على وجود الله وليس مسألة نفي وجود الله لكن أنا فقط أجادل في مسألة لها علاقة بالفلسفة والفكر والعقل والمنطق العقلي وإن كنت هاي كلها عندي اعتراضات عليها يعني هاي العملية بيكمل عندي اعتراضات عليها لكن أجادل فقط كتمارين عقلية فقط لا أكثر ولا أقل فبالتالي أنت عندما تصنع الشيء أنت بحاجة لشيء وتستعمل الشيء لأجل أن تخلق شيئا جديدا أو تصميم جديدا بالتالي أنت ضمن عالم الأشياء وأنت بحاجة لها فإلا لا تصنع أي شيء يكفي أن تنوي شيئا ليحدث فورا بدون أي بدون أي مقدمات بدون أي محاولة ولا أن تنتظر وقت ولا زمن ولا تدقل في هذه اللعبة البشرية التي نعرفها نعنو كبشر قضفنا في هذا العالم دون أن نعلم لماذا وأين وكيف وكما يقول محمد عبدالله قينا الدنيا ما نعرف شيء وعليه فإن الصناعة فكرة غير إلهية الصناعة فكرة بشرية ابتكرها الإنسان لكي يعالج بها مشاكله فعندما نأتي فكرة الصناعة ونرحلها من كما يقول المغالطة التركيبية حسب وصف بيرتراند راسل المغالطة التركيبية جزء يصبح الكل والكل يصبح الجزء وأنه البيت إذا كان مكون من طوب أو طابوق فبالتالي هذا صغير فالبيت أيضا يصبح صغير فهذه المغالطة التركيبية إنه إنسان يصنع الشيء يصنع سيارة مثلا فهذا ماكو داعي أنت ليش تصنع شيء أنت بحاجة على شيء فبالتالي فكرة الصناعة بيأكملها الصانع والمصمم هي فكرة كمفهوم كطريقة هي بيأكملها فكرة غير صحيح فكرة التصميم نفسها غير صحيح لماذا تصمم أصلا فبالتالي أنت عندما تقول هناك مصمم مذكي أنت بالنفس الوقت أنت تنكر وجود إله تؤكد ضمنا دون أن تشعر بوجود شيء أو إله كل أكبر من هذا الإله الذي يصنع الأشياء ما الفرق بين هذا الإله وبين الإنسان نفسه إلا بالدرجة وليس بالنوع أما فكرة أنه دائما الذي يصنع الشيء ليس من جنس الذي يصنعه يعني أنه دماء السيارة تصنعها فأنت لا تشبه للسيارة لا تشبه الإنسان والموبايل كذلك لا يشبه الإنسان فالكون أيضا صنعه الإله يعني وفقا لتفكير المؤمنين أو الفلاسف اللهوتين أنه الكون أيضا صنعه الإله لكنه هذا الكون لا يشبه الإله ليس كمثل الشيء وفقا لهذا المنطق فهذا بالعكس أيضا نفس حجة أنه الحاجة التي صنعت الشيء يختلف عن الشيء الذي أنا عليه أو يختلف عن تكويني فهذا أيضا حجة مردودة يعني وفق التعريف الأصلي اللي نكن قدما نقول نصنع شيء سواء كان من جنس الشيء الذي أنا عليه أو من جنس مختلف فهو بالحالتين أنت بحاجة إلى شيء بحاجة إلى صناعة شكرا جزيلا وآسفة لطالة وراح أفصل أيضا في الحلقات المقبلة الدليل بين رشد والغزالي والفارابي وجميع الفلاسفة المسلمين أو أولاهاتين بحلقات منفصلة وموجزة مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر